عقد وزير الخارجي الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير مناخ سامح شكري عقد جلثة مباحثات مع وزير المناخ الدينماركي دان يورج سانا الذي يقوم حاليا بزيارة إلى مصر وفي بيان لوزارة الخارجية أكد أن اللقاء يهدف إلى التباحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف قضايا المناخ وذلك في إطار التحضير الجاري لمؤتمر المناخ كوب 27 المقرر نعقاد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ